الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسل الله أجمعين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحضور الكريم يطيب لي أن أهنئ حضراتكم جميعا والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعا بذكر مولد رسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما يصرني أن أهنئكم سيادة الرئيس وقواتنا المسلحة الباسلة بذكر انتصارات أكتوبر المجيدة مقدرين تلك الإنجازات العظيمة التي تحققت في ظل قيادتكم الحكيمة على أرض مصر في مختلف المجالات وبعد فلم تعرف البشرية عبر تاريخها الطويل ولن تعرف إلى أن تقوم الساعة إنساناً أم بلأ ولا أشعفا ولا أعظم ولا أكرم ولا أعز على الله عز وجل ولا أحم بالخلق من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما حملت أنثى ولا وضعت أبر وأوفى زمة من محمدي وما في بقاع الأرض حياً وميتاً ولا بين أرض والسماء كمحمدي صلوا عليه وسلموا تسليماً فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الإنسانية ورسولها سواء من حيث ما تضمنته رسالته من قيم أخلاقية قائمة على الأمانة والصدق أم من حيث كونها للناس كفة يقول الحق سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس ويقول صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وأبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة أم كان ذلك من جهة ما تضمنته الرسالة المحمدية من جوانب إنسانية وتكريم الإنسان لكونه إنساناً بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه أو لغته حيث يقول الحق سبحانه ولقد كرمنا بني آدم فكرم الإنسان على إطلاق إنسانيته دون تمييز وحين مرت جنازة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف صلى الله عليه وسلم إجلالاً للموقف ومواساةً لأهل الميت فقيل له يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال صلى الله عليه وسلم أليست نفساً في تقدير عظيم لقيمة الإنسان لكونه إنساناً وإننا لنؤمن أن حب رسولنا صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من إيماننا به وهو شرط صحة لا شرط كمال كما نؤمن بأن الحب الحقيقية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلب ويقتضي حسن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام وحسن التخلق بأخلاقه صدقاً ورحمةً وعفةً ووفاءً وأدباً مع الله ومع الخلق ومن أهم علامات حبه صلى الله عليه وسلم كصاة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم حيث يقول الحق سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليماً ويقول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكسرهم علي صلاةً وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاةً صلى الله بها عليه عشرة وقد قال بعض العلماء العارفين كل أعمال الخلق بين القبول والرد إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تعد ولذا قالوا إذا أردت دعاءً مستجابًا فأطب مطعمك وابدأ دعاءك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واختم دعاءك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أقام من أن يقبل الصلاطين ويرد ما بينهما يقول شوقي يا جاهلين على الهادي وسنته هل تجهلون مكان الصادق العلم يا أفصح الناطقين يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد حديثك الشهد عند الذائق الفهم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم مديحنا فيك حب مديحنا فيك حب صادق وهوى واحتفالنا اليوم بذكرى مولدك حب صادق وهوى وإحياءنا لسنتك اتباع واجب وحب صادق وهوى وصادق الحب يملي صادق الكلم صلوا عليه وسلموا تسليما أسأل الله العلي العظيم أن يجزيكم سيادة الرئيس خياء الجزاء عما تقدمونا في خدمة الدين والوطن والإنسانية وأن يكلل جهود سيادتكم بمزيد من النجاح والتوفيق ويصدني أن أقدم لسيادتكم باسمي وباسم علماء الأوقاف وأئمتها وواعظاتها وجميع العاملين بها هدية وزارة الأوقاف موسوعة الثقافة الإسلامية وهي من أحدث إصدارات الأوقاف في مجال تجديد الخطاب الديني وكل عام وسيادتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسوعة الثقافة شكرا للمشاهدة موسوعة الثقافة موسوعة الثقافة موسوعة الثقافة اشتركوا في القناة